السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك نبي مقطعنا اليوم حزمة مجانية للجميع فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك ولا نبدأ بالتفاصيل في حزمة مجانية نقدر نحصل عليها والجميع يقدر يحصل عليها من غير استثناءات اباكم تركزوا معايا تمام عشان نقدر نحصل عليها بطريقة جدا سهلة ان كانت تذكروا قبل كده كان عندنا موقع ارجاع صديق الاشخاص اللي جديدين على اللعبة مو معارفين على الموقع هذا ليه لانه اصلا الموقع هذا انزل كل موسمين او ثلاثة انزل مرة واحدة تمام اول ما نزل الموقع هذا كانت جوائزه مرة ضعيفة بعد كده حسنوا الجوائز طبعه وصارت حزمة مجانية اول حزمة حصلنا عليها اللي هي هذه بعد كده حصلنا على حزمة ثانية اللي هي هذه الآن معانا حزمة ثالثة اللي هي هذه مو نفس الاسكن لأ قريب من الاسكن فورتنايت لها مدة بتعمل على اشتايل جديد لهذا الاسكن والاستايل الجديد لهذا الاسكن حيكون مجانا في موقع احالة صديق اللي حنحصل عليه مجانا كالآتي اسكن اكس حقيبة الظهر وايموجي وبخاخ بعض الاحيان في شاشة تحميل بعض الاحيان لا تمام ما احنا عارفين كيف شكل الحزمة بس هيكون في حزمة كاملة كيف عرفنا الموضوع هذا قبل يومين نزل في ملفات اللعبة عن الموضوع هذا اللي هو احالة الصديق ونزلت كامل التفاصيل وكل المسربين قالوا انه هينزل الموقع هذا لكن اللي احنا ما احنا عارفينه متى الموقع هينزل ممكن خلال اسبوع اسبوعين شهر او الموسم القادم الله اعلم تمام طيب خلينا اديكم فكرة سريعة عن موقع احالة صديق ايش نظامه نظامك الاتي انت يكون عندك اصدقاء غايبين على اللعبة لمدة 30 يوم او اكتر ايش اللي تسوي ترسلهم دعوة ترجعهم على اللعبة ثاني مرة وتسوي معهم تحديات وتحصل على الحزمة المجانية انت وهم لا تفكر انك انت بس اللي تحصل عليها لا انت وهم تمام طيب في حركة انا دائما نسويها وصراحة حركة مرة حلوة لكن قبل الحركة هذه كثير من الاشخاص هيسألني سؤال اللي هو طيب يا صياد الموقع الى الان ما نزل ومحنا عارفين متى حينزل ليش اتكلمت على الموضوع هذا الان هذا السؤال مهم ليه ابغاء الكل استعد علشان يقدر يحصل على الحزمة المجانية طريقة الاستعداد هذه انا دائما نسويها علشان نحصل على جميع الجوائز المجانية بدون الحاجة لاي احد النظام كالاتي ركزوا معي تمام انا كتبت الشروط اذا انت سويت كل الشروط ان شاء الله حنقدر نحصل على الحزمة المجانية هذه هي الشروط عندنا الشرطة الاول فتح حساب جديد في منصتك والإبك جيمز ايش منصتك يعني اي منصة انت سوني اكس بوكس بي سي نيتندو جوال اللي يكون تفتح حساب جديد عندك تفتح حساب جديد في الإبك بعد كده عندك ربط الحساب الإبك في المنصة اللي انت فتحتها ضروري تربط الحساب لانه الموقع خاص في إبك جيمز وحينزل على إبك جيمز النقطة الثالثة طلب صداقة بين الحساب الجديد والحساب القديم يعني انت فكيت حسابه زبطته تربط سوي طلب صداقة بين الحساب القديم والحساب الجديد بعد كده عندنا النقطة الرابعة قفل الحساب الجديد اللي انت فكيته ولا تلمسوا نهائيا هذه الطريقة أنا دائماً أسويها عندي حساب والحساب هذا دائماً أجيب فيه الجوائزة المجانية بدون الحاجة لحد يعني بعض الأشخاص ما عنده مصدقاء صراحة بعض الأشخاص ما عنده مصدقاء غيبين على اللعبة فإذا أنت عندك هذه الأشياء أو أنك أنت ما تطلب من أحد بالطريقة هذه أنت تسوي الأشياء كلها مع نفسك زي أنا أنا أسوي كل الأشياء مع نفسك بدون ما أطلب من أحد فهمت النظام كيف؟ كل اللي عليك أنك تلعب مع نفسك تسوي التحديات مع نفسك وتجيب الجواز مع نفسك طب كيف تسوي الحركة هذي؟ في عدة طرق يعني مثلا إذا أنت سوني سوي انقسام الشاشة مثلا ما عندك يدين خلاص حط حساب في السوني وحساب في الجوال أو حط حساب في السوني وحساب في البي سي يعني حاول أنك تشوف لك أي طريقة تمام؟ في أشخاص يقول لك أنا ما عندي يد سوني في عندي مثلا عادي حط حساب في الجوال وحساب في السوني أنا بعض الأحيان أسوي كذا جوالك يعني مثلا ما يدعم فورتنايت أو ما تقدر تشغل عليه فورتنايت تقدر تشغل لعبة فورتنايت عن طريق نيفيديا أنا قبل كده نزلت عن الحزمة القديمة كيف تقدر تأخذها لجميع المنصات عن طريق موقع نيفيديا حط لكم الرابط أسفل فيديو كل اللي عليك إنك بس تدخل لعبة فورتنايت حتى لو جوالك قديم تقدر تدخل لعبة فورتنايت هو صح موقع نيفيديا تقيل ويعليك كثير لكن ما عندك حال تاني تمام؟ فكل اللي عليك إنك مو ضروري إنك تلعب بالحسابين لا بحساب واحد يعني إنت مثلا دخلت إنت والحساب الثاني حساب خليه ينزل نهاية الباص ويموت ويسر اللي يسير إنت مع نفسك بحسابك سوي التحديات كلها تتسوى للإثنين ما دام أنت دخلتوا مع الإثنين تنحسب للإثنين فهذه أفضل طريقة عشان ما تحتاج عشان ما تطلب من أحد وتضبط أمورك وتأخذ حزمتك كاملة مجانا تمام؟ طيب بعض الأشخاص ممكن حيقول لك طيب الصياد إحنا ممكن نسوي الموقع ونسوي الحساب ونسوي كل شيء لكن ما ينزل معانا الموقع الحساب الجديد تستفيد منه بأشياء كثيرة الآن أقول لكم إيشو الأشياء اللي ممكن تستفيدوا فيها لكن في نقطة مهمة بأوضح لكم إياها وهذه النقطة يغلط فيها ناس مرة كثيرة اللي هي أول ما ينزل الموقع يقوم يفك الحساب الجديد يشغله هذه الطريقة غلط أول ما ينزل الموقع الطريقة الأولى اللي سوية إنك تدخل الموقع ويجيك نفس النظام هذا هذه صورة قديمة من الحساب من الموقع السابق يقولك اختر صديقا تلاقي الأصدقاء كلهم موجودين عندك في بعضهم مكتوب عليه مؤهل وبعضهم غير مؤهل فأنت تشوف الحساب الجديد اللي انت فكيته موجود أو لا إذا لقيته موجود تسوي له إضافة طب إذا مثلا من الحساب ما لقيته موجود أنتظر شوية يعني ممكن الحساب ما عد عليه 30 يوم هو ضروري يعد عليه 30 يوم عشان يسجل في الموقع ما عد عليه 30 يوم ما يطلع فأنت انتظر إلى ما يطلع بعد كده أضيفه فورتنايت صار فيها جليتش والجليتش هذا أنا دايما أنزله في قناتي إيش هو أنه أول ما ينزل الموقع إذا أنت فكيت حساب جديد يكتب عليه مؤهل لكن ليش أنا ما قلت لكم وقت الموقع سوي حساب جديد لأنه ممكن فورتنايت تصلح المشكلة هذه فوقتها حتنتظر 30 يوم وترجع من جديد لا من الآن الكل اللي شاف المقطع يروح يفك حساب جديد ويضبط أموره الحساب الجديد ما ياخد منك 10 دقائق حط الحساب الجديد على الجنب طيب الأشخاص اللي ما يعرفوا يفكوا حسابات مو مشكلة أحط لكم رابط أصفل فيديو في مقطع سابق ليا المقطع هذا طويل شوية بس شرحت كل شي بالتفصيل كيف تفتح ايميل جديد حساب في السوني في الإيبك كيف تربط الحسابات وكل شي تمام ضبط أمورك حط حسابك الجديد على جنب لما ينزل الموقع إن شاء الله حسوي لكم مقطع أشرح لكم كامل التفاصيل وأشرح لكم كامل التحديات وتحدياته دايما سهلة ألعب مواجهة أقتل أجلس لهم ما يبقى عشرة في الجيم يعني حاجات تافة تمام طيب جينا للنقطة الأخيرة إيش فائدة الحساب الجديد غير الموقع هذا في عندنا موقع رالي للأصدقاء هذا الموقع كل موسم بينزل ولو جوائز مجانية كمان الحساب الجديد اللي أنت حتفكه يفيدك في هذا الشي كل ما ينزل رالي للأصدقاء على طول أرسل دعوة من الحساب القديم تبعك للحساب اللي أنت حطه على جنب وأضيف نفسك وسوي التحديات مع نفسك أنا جميع الجوائز حق تحال الصديق ورالي للأصدقاء بجيبها مع نفسي بدون ما أحتاج لأحد عن الطريقة هذه عندي حساب واحد بجيب فيه جميع الجوائز وإنت تقدر تسوي هذا الشي ما ناقصك أي حاجة تقدر تسوي الأشياء هذه كلها فيه طريقة كمان كنصيحة مني لكن بديكم إياها أي شخص يعني مثلا انت فكيت حساب جديد وما عندك يعني تحط لحساب الجديد فين يعني ما عندك منصة تاني أو شي مو مشكلة الحساب الجديد تديه لواحد من أصحابك يقول له حطه عندك في السوني تمام ولعب معي عشان بجيب الجوائز لكن النصيحة اللي هي لا تعطي حسابك القديم لأحد أبدا أما الحساب الجديد عادي لو وديته لأي شخص جيب الجوائز وبعدين قفل الحساب مو مشكلة أهم شي إنك حصلت على جميع الجوائز تمام فالكل يستعد إلى ما ينزل الموقع وإن شاء الله الكل يقدر يحصل على الجوائز بطريقة جدا سهلة واللي ما يبقى يسمع نصيحتي على الشي هذا براحته هذا كل شي كان عن موقع حال الصديق وكيف نقدر نحصل على جميع الجوائز المجانية كذا وصلنا النهائة مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسى تفعيل زر الجرس ولا تنسى استخدام كود الأيتم شوب اكس تو اكس تو وأهم شي لا تنسى تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر وفي أمان الله اشترك في القناة